اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى أن يوفقنا في دروس المراجعة أهداف الدرس أولا أن يراجع الطالب أصول القراءات الواردة في هذا الدرس الهدف الثاني أن يطبق الطالب الأمثلة الواردة في هذه الأصول الهدف الثالث أن يميز الطالب بين الأصول الواردة في هذا الدرس أصول القراءة السبعة وهذا الدرس يجتمل على ثلاثة أصول الأصل الأول الاستعاذة والاستعاذة هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بسداء القراءة وقد أجمع القراءة على الاستعاذ عند البداءة بالقراءة القراءة الكريم سواء في أول السورة أو في أثنائها فيتعوذ في بسدائها كما هو وارد في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الحكم مستحب طيب ما حكم الجهر بها أو الإسرار يستحب الإخفاء التعوذ في مواطن ويستحب الجهر بها في مواطن أما مواطن الإخفاء إذا كان خاليا بمعنى أنه يقرأ بينه وبين نفسه فيسر التعوذ وكذلك إذا كان في الصلاة فإنه لا يجهر بها وكذلك إذا كان وسط جماعة يتدارسون القرآن الكريم فإنه إذا جاء دوره فإنه يسر بالاستعاذة وما عدا هذه المواطن فإنه يستحب له الجهر بالاستعاذة قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجل على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد على ما أتى في النحل عين في سورة النحل لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكر لفظ الرسول فلمزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا هذا هو الأصل الأول وهو الاستعاذة إذن أهم ما فيه معناها ومتى يجهر بها ومتى يسر بها والأبيات التي جاءت في الشاطبية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى هذا الأصل الأول أصل الثاني البسملة ما هي البسملة؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم عند بداء القراءة بعد الاستعاذة لا بد أن نتعرف على المواضع التي فيها البسملة فيها خمسة مواضع الموضع الأول في أوائل السور عدا سورة براءة ما حكمها؟ أجمع القراءة قاطبة على الإتيان بالبسملة في أوائل السور باستثناء سورة براءة إذن لا أحد من القراءة يخالب في ذلك فكلهم يجهرون وكلهم يقرأون من البسملة سوى سورة براءة طيب الموضع الثاني أول سورة براءة وقد أجمع القراءة على عدم البسملة في أول سورة براءة وإنما الخلاف الذي أتى لتعليل سبب التحريم لتعليل سبب التحريم ومن ذلك قول الشاطب رحمه الله تعالى ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة هذا الموضع الثاني موضع الثالث بين كل سورتين عدا سورتي الأنثال وبراءة اختلف القراءة في حكم البسملة بين سور القرآن الكريم سواء أكانت مرتبتين كالفلق أم غير مرتبتين كالنبأ والبروج وذلك على ثلاثة مذهب المذهب الأول قالون والكسائي وعاصم وابن كثير وهم الذين عناهم الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا الباء هنا إشارة إلى في قوله بسنة إشارة إلى قالون ورجال أرى هنا الكسائي ونموها النون هنا لعاصم ودرية والدال هنا لابن كثير هؤلاء الذين أثبتوا البسملة بين كل سورتين سواء أكانت مرتبتين أم غير مرتبتين المذهب الثاني حمزة وهو الذي قرأ القرآن بالوصل كله من غير بسملة فالقرآن عنده كسورة واحدة وشاهد ذلك الشاطبية قوله رحمه الله تعالى الشاطبي وصلك بين السورتين فصاحة ألفاء هنا حمزة وصل وسكتا كل هذا شاهد المذهب الثالث المذهب الثالث قرأ به أو أخذ به أبن عامر وورش وأبو عمر حيث قرأوا بثلاثة أوجه بالبسملة وبالسكت وبالوصل من أين أخذنا هذا؟ من قوله رحمه الله تعالى الشاطبي في البيت الذي فيه حمزة لكن الشاطر الثاني وصل وسكتا كل جلاياه حصل الكاف هنا لابن عامر والجيم لورش والحاء لأبي عمر البصري وصل وسكتا هذا الوصل وسكتا هذا السكت وأما البسملة فهم داخلون من قبل في هذا ويستثنى في هذا الموضع حالتان أثنتان الحال الأولى ما بين سورتي الناس والفاتحة حيث تعين البسملة لجميع القراء لماذا؟ لأن الناس في آخر المصحف والبسملة في أول المصحف فلابد من الإتيان بالبسملة بأول الفاتحة مطلقا الحالة الثانية ما بين آخر السورة وأولها كمن يريد أن يعيد السورة لما تنتهي من سورة الناس لك أن تقول من الجنة والناس ثم تريد أن تعود تعيد سورة الناس فإنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس فلابد أن تأتي بها هذا لجميع القراء هذا ما يتعلق بالموضع الثالث الموضع الرابع بين سورتي الأنثال وبراءة التي استثنيناها في الحالة الثالثة أتينا بها هنا في الموضع الرابع ما حكم الأتيان بالبسملة بين سورتي الأنثال وبراءة يجوز لجميع القراء ثلاثة أوجه الوقف إن الله بكل شيء عليم ثم تقول براءة والوجه الثاني السكت تقول إن الله بكل شيء عليم براءة والوصل إن الله بكل شيء عليم براءة هذا ما يتعلق بالموضع الرابع ما الفرق بين الوقف والسكت الوقف فيه تنفس وأما السكت فلا تنفس فيه الموضع الخامس وسط السور وهو ما بعد أول السورة ولو بكلمة فهذا يجوز لجميع القراء وجهان اثنان البسملة وتركها كأن تقرأ تريد أن تقرأ من أي وسط السور كأن تقول لله ما في السماوات ما في الأرض إذا أردت أن تبدأ بها أعوذ بالله من الشطار رجيم بإمكانك أن تأتي بالبسملة وبإمكانك أن تتركها لقول الشاطبي رحمه الله تعالى سواها وفي الأجزاء خير من تلا أجزاء يعي داخل القرآن فإنك يجوز أن تأتي بالبسملة ويجوز أن تتركها هذا ما يتعلق بأصل البسملة طيب خلاصة البسملة فيها التعريف كما أخذنا وفيها مذاهب القراءة فيها وهذه مذاهب مبنية عن مواضع موضع أول أوائل السورة أعدى براءة وأول براءة وبين كل سورتين سواء كانتها مرتبتين أم غير مرتبتين باستثناء سورتين الأنفال وبراءة والموضع الرابع ما بين الأنفال وبراءة والموضع الخامس أوساط السور هذا ما يتعلق بالبسملة الأصل الثالث ميم الجمع ميم الجمع تقع ميم الجمع في الكلمات على حالتين اثنتين الحالة الأولى أن تقع ميم الجمع قبل متحرك مثال ذلك غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا هنا الواو جاءت متحركة وجاءت الميم قبلها فهنا وقعت قبل متحرك ما الحكم هنا اختلف القراء في حكمها في حالة الوصل على أربعة مذاهب المذهب الأول قرأ ابن كثير بصلة الميم بواو اللفظية هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين المذهب الثاني قرأ قالون عن نافع بوجهين اثنين بإسكان الميم وبصلة الميم بواو اللفظية يعني قرأ كابن كثير غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا ما يتعلق بقالون مثال طبعا الذي ذكره هم يوقنون تقول هم يوقنون تقول هم يوقنون المذهب الثالث قرأ ورش عن نافع بصلة الميم الجمع إذا وقعت قبل همزة القطع مثل عليكم أنفسكم فحينئذ يقرأها ويمدها مدا منفصلا ست حركات عليكم أنفسكم لكن إذا لم تقع ميم الجمع قبل همز تقطع فإنه لا يصلها بواو اللفظية مثل هم يوقنون فهو يقرأها كبقية القراء الذين لا يصلون ميم الجمع فحينئذ لا يصل ميم الجمع إلا إذا وقعت قبل همزة القطع سواء كانت مضمومة مفتوحة مكسورة كلها واحدة المثاب الرابع قرأ الباقون من القراء بإسكان الميم كحفص وأنتم داخرون ليس فيها صلة وإنما يقرأ بإسكان الميم وأما حكم قراءتها حال الوقف فهو الإسكان لكل القراء يعني إذا أردت أن تقف عليها تقول هم تقول مثلا عليهم بالإسكان لجميع القراء حتى من له اختيار في حالة الوصل هذه هي الحالة الأولى أن تقع ميم الجمع قبل قبل متحرك الحالة الثانية أن تقع ميم الجمع قبل ساكن إذا وقعت ميم الجمع قبل ساكن فحكمها حينئذ الضم لجميع القراء حالة الوصل إلا إذا سبقت ميم الجمع الواقعة قبل ساكن سبقت بهاء وقبل الهاء كسرة مثل بهم الأسباب أو ياء ساكنة نحو عليهم عليهم القتال فهنا اختلف القراء في قراءتها على ثلاثة مذاهب المذهب الأول قرأ أبو عمر البصري بكسر الهاء والميم وصلا هكذا بهم الأسباب بهم الأسباب حاولوا تطبقوا معي بهم الأسباب والآية الثانية التي قبلها عليهم القتال عليهم القتال لاحظوا معي أنا نكسر الهاء والميم عليهم القتال المذهب الثاني قرأ حمزة وقسائي قرأوا بضم الهائي والميم هكذا بهم الأسباب والآية الأخرى عليهم القتال المذهب الثالث قرأ الباقون من قراء بكسر الهائي وضم الميم وصلا هكذا بهم الأسباب عليهم القتال إذن أصبح عندنا ثلاثة مذاهب عند القراء في قراءتها إذا وقعت قبل ساكن وقبل المكسور ياء ساكنة فالمذهب الأول أبو عمر البصري قرأ بكسر الهائي والميم يقول بهم الأسباب وعليهم القتال مذهب الثاني قرأ حمزة وقسائي قرأوا بضم الهائي والميم هكذا بهم الأسباب عليهم القتال ومذهب الثالث قرأ الباقون من قراء بكسر الهائي وضم الميم وصلا هكذا بهم الأسباب عليهم القتال وأما حكم قراءتها حال وقف والإسكان مع كسر الهاء يعني حتى الذين بهم الأسباب وعليهم إذا وقفنا فإن نقف بالإسكان ماذا قال الشهر رحمه الله تعالى وصل الضم ميم الجمع قبل محرك دراك وقالون بتخييره جل ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد وتكمل إلى آخر الأبيات بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول ننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثاني وتتمة لأصول القراء وفيها هاء الكناية والمد القصر ما هي هاء الكناية؟ هاء الكناية هي هاء المفرد المذكر الغائب طيب ما مذاهب القراء فيها؟ تقع هاء الكناية في القرآن الكريم على أربع حالات تبهوا معي الحال الأولى أن تقع بين متحركين يعني قبلها متحرك وبعدها متحرك وإذا قدنا متحرك سواء بالضم سواء بالكسر سواء بالفتح لا يضر طيب ما مثال ذلك؟ له قانتون انظروا قبل حرف اللام واللام مفتوحة وبعدها حرف القاف والقاف مفتوحة له قانتون أو مثلا في المثال الثاني به كثيرا قبل الحرف الباء والباء مكسور وبعدها حرف الكاف والكاف مفتوحة ما حكمها؟ هنا حكمها أنها موصولة لجميع القراء أي النطق بها موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها فيوصل ضمها بواو ويوصل كسرها بياه هكذا له قانتون له قانتون واضح يا أحبابي؟ نصلها بالنسبة لحسب حركتها إن كان قبلها مفتوح فنصلها فيوصل ضمها بواو له قانتون عفوا إذا كان حركتها الضم فإننا نصلها بالواو وإذا كان حركتها الكسر فإننا نصلها بالياه هكذا له قانتون به كثيرا بعض الطلاب أو بعض القراء ربما يخترسوا هذه الوصل يقول له قانتون به كثيرا به كثيرا هنا اختلس الوصل أو الصلة كما يقال طيب الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين يعني قبلها ساكن وبعدها ساكن مثل فيه القرآن منه اسمه ما حكمها؟ حكمها أنها غير موصولة لجميع القراء هكذا نقرأها فيه القرآن ما نقول فيه القرآن؟ لا هذا غلط غير صحيح نقول فيه القرآن منه اسمه منه اسمه المسيح ما نقول منه اسمه؟ هذا غير صحيح إذن غير موصولة لأحد من القراء الحالة الثالثة أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن مثل له الملك هنا قبلها اللام المفتوحة وبعدها همزة الوصل وهي ساكنة ومن حكم أنها غير موصولة لجميع القراء فقط تحرك دون إشباع نقول له الملك نقول لا نقول له الملك واضحة؟ طيب الحالة الرابعة أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك مثال ذلك فيه هدى اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم هنا اختلف القراء فيها على مذهبين مذهب الأول قراء ابن كثير بالصلة فيقول فيه هدى اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم هكذا يقرأها ابن كثير أما حفص توافق ابن كثير في آية الفرقان فيه مهانة فيقول فيه مهانة فيه مهانة فقط في هذه الكلمة وأما بقيت القراء وهما ذب الثاني فإنهم يقرؤون من غير الصلة يقرؤون هكذا فيه هدى اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم يقرؤونها بإثبات الحركة من غير الصلة وكذلك أورد أبيات الشاطبية ولم يصلها مضبرا قبل ساكن وما قبله التحريك الكل والصلة وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانة معه حفص أخول إلى آخر الأبيات طيب العصل الثاني المد والقصر ما مذاهب القراء في المد والقصر يختلف باختلاف نوع المد هناك المد المتصل وهناك المد المنفصل وهناك المد البدل وهناك المد اللين طيب نأتي إلى المد المتصل أولا المد المتصل القراء في هذا المد على مذهبين اثنين مذهب الأول أهل الطول أي الطول بستة حركات وهم ورش وحمزة والمذهب الثاني الباقون الذين يقرؤون بتوسط المد أربع حركات هذا واضح مد متصل ليس فيه إلا مذهبان المد المفصل فيه أربعة مذهب المذهب الأول ورش وحمزة بإشباع المد ست حركات المذهب الثاني ابن عامر وعاصم والكسائي وهم يسمون أهل التوسط مد أربع حركات والمذهب الثالث قالون والدوري قالون ودوري لكن الدوري عن أبي عمر قرأ أبو وجهين اثنين بالتوسط وأبي القصر يعني لهم وجهان في هذا مخيرون والمذهب الرابع أهل القصر وهم ابن كثير والسوسي عن أبي عمر قرأوا بالقصر حركتين هذا ما يتعلق بالمد المفصل أما مد البدل فاختلف القراء في مد البدل على مذهبين اثنين مذهب الأول قرأ ورش بثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع وله مستثنيات ليس له فيها إلا القصر في بالنسبة لي ورش معروفة في كتب القراءات ومثلا مثلا آمنوا يقرأ بالقصر آمنوا والتوسط آمنوا والإشباع آمنوا هذا ما يتعلق بالمذهب الأول المذهب الثاني قرأ الباقو من القراء بالقصر قولا واحدا يعني ليس لهم فيها إلا القصر هذا ما يتعلق بمد البدل ننتقل بعد ذلك النوع الرابع من أنواع المد وهو مد اللين المد اللين ثلاث حالات أولا الحال الأولى أن يقع بعد حرف اللين همز متضرف مثل شيء حكمه حكم القراءة أو حكم مده اختلف القراءة في مد هذه الحالة على مذهبين مذهب الأول قرأ ورش بوجهين التوسط والإشباع تقول شيء تقول شيء هذا الإشباع مذهب الثاني قرأ الباقون بالقصر وصلا وجواز الأوجه الثلاثة وقفاء يعني إذا قرأوا بالوصل فليس لهم إلا القصر إن الله على كل شيء قدير هذا بالنسبة لبقية القراءة إذا وقفوا على شيء يجوز لهم أن يقفوا شيء 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 هذا حال الوقف على شيء طيب الحالة الثانية أن يقع بعد حرف اللين همز متوسط مثل شيء وسوء هنا أيضا نختلف القراءة على مذهبين مذهب الأول قرأ ورش بوجهين اثنين التوسط والإشباع نقول شيء سوء وكذلك الإشباع وله مستثنيات من ذلك موئلة قرأها بالقصر كبقية قراءة ما يقول موئلة إنما قرأها موئلة الموئدة أيضا قرأها بالقصر وسوءاتكم ما يتعلق بها وما تصرف منها وورد عنه في هذه الكلمة هما تصرف منها سوءاتكم القصر والتوسط يقول سوءاتكم وسوءاتكم المذهب الثاني قرأ الباقون من القراءة بالقصر وصلا ووقفا طيب الحالة الثالثة للمد اللين أن يقع بعد حرف اللين حرف غير الهمز مثل خوف وبيت وهنا اتفق القراءة على القصر وصلا يعني حتى ورش معهم ويجوز الأوجه الثلاثة القصر والتوسط والإشباع في حال الوقف والشاطبي رحمه الله تعالى ذكر هذا المد طيب انتهينا من هذا الدرس الدرس الثالث الهمزتان من كلمة هنا نلحظ أن المقصود بالهمزتين من كلمة اجتماع همزتين في كلمة واحدة ودائما تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية متنوعة إما مفتوحة وإما مضمومة وإما مكسورة مثال المفتوحة أأنذرتهم ومثال المضمومة أأنبئكم مثال المكسورة أإنا ما حكمها اختلف القراء فيها على مذاهب قالون قرأ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين هكذا لأنواع الثلاثة أأنذرتهم أأنذرتهم لاحظوا معي أ المدة هذه هي هو الإدخال والهمزة الثانية مسهلة هذا ما يتعلق بقالون ورش تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال هكذا هذا ما يتعلق بالوجه الأول لورش لكن له في المفتوحة وجه ثاني وهو إبدالها هكذا أأنذرتهم واضح أبن كثير تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال مثل ورش في الوجه الأول هكذا أأنذرتهم آ وتقول أهنبئكم وأعنا أهم شيء في التسهيل لا يخرج التسهيل بالها ما يقول واحد أأنذرتهم هذا ه وإنما هو تسهيل هكذا آ طيب أبو عمر قرأ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين في المفتوحة المفتوحة والمكسورة هذا وفق من؟ وافق قالون ومر معنا قالون لكن له في الهمزة المضمومة والمفتوحة تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين وعدمه عدمه يعني مع الإدخال وبدون إدخال وهذا أيضا وافق الأوجه السابقة هشام له في الهمزتين المفتوحتين وجهان التحقيق والتسهيل التحقيق والتسهيل في الهمزة الثانية هكذا يقرأها وعلى كل منهما الإدخال هكذا بالنسبة للإدخال أنذرتهم هذا التسهيل ويقرأها من غير تسهيل أنذرتهم هذا بالتحقيق ومع الإدخال وأونبئكم على التسهيل مع الإدخال والتحقيق أونبئكم والمكسورة أين هذا التسهيل مع الإدخال ويقول أين هذا التحقيق مع الإدخال من ذاكوان وكفيون يقرؤونها بالتحقيق ومن غير إدخال كحفص أأنذرتهم أأنبئكم أئنا وحقق الهمزتين مطلقا أبن ذاكوان وعاصم الكساء وصلا ووقفا وحمزة وصلا قولا واحدا واحد الوجهين بالوقف وهذا ما يتعلق بالدرس الثالث وبهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم إن شاء الله نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا هدات المفتدين غير الضالين ولا مضلين أستودعكم الله الذي يتضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة